زملاء المعلمين والمعلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل العصور لا خلاف أن المعلمة هو الركيزة الأساسية التي تحتاجها المجتمعات من أجل البناء والتطوير والتنمية والازدهار في كل المجالات ولذلك كانت مهنة المعلم من أعظم المهن لما تمثله من رسالة عظيمة في سبيل إيصال العلوم والمعارف والمهارات وما يصاحب ذلك من جهود كبيرة وأعمال مخلصة لتنمية وغرس القيام الإسلامية والمبادئ السليمة في نفوس النشأ منذ اللحظات الأولى لبدء دراستهم هذه الأمور مجتمعة تؤكد مكانة المعلم في المجتمعات وما له من التقدير والفضل بعد الله في إعداد الأجيال القادرة والمتمكنة خاصة ونحن نحظى في بلادنا ولله الحمد بدعم كامل للتعليم من قياداتنا الحكيمة واهتمام مستمر ومتابعة من وزارة التعليم لتطوير التعليم في كل مراحله وأدواته وإذا كنا في كل عام نحتفي باليوم العالمي للمعلم ونفاخر بجهوده وإنجازاته فأظن أننا في العام الحالي نحتفي بالمعلمين والمعلمات بشكل مختلف لأن العالم كله يشهد حدثا مختلفا وجائحة فرضت بعض التعاملات والإجراءات التعليمية وهنا ظهرت القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل من خلال النماذج المضيئة التي رأينا وسمعنا ما قامت به في سبيل أداء رسالتها وبذل كل الجهود للتواصل مع الأجيال التعليمية والتأكيد أنه لا يمكن لأي ظرف أي أن كان أن يوقف نور التعليم وبهجته أو يحدى من طموح المعلمين والمعلمات الذين تسابقوا في مشاهد رصدت للتاريخ لتقديم تجاربهم وإبداعاتهم لخدمة طلابهم وطالباتهم ولعلنا اليوم ونحن نتحدث عبر منصة مدرسة هذا المشروع الوطني الكبير لوزارة التعليم فإننا في هذا الوقت ذاته نتشرف بتقديم أسماء عبارات الشكر والتقدير لجميع المعلمين والمعلمات مع اعتزازنا بجهودهم سائلين الله لهم المزيد من التوفيق ومواصلة الجهود والعطاءات من أجل وطن عظيم نعتز جميعا بخدمته والمساهمة في تنميته وازدهاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته